اشتركوا في القناة والذي يضم اقامة ثلاث بطولات دولية جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات ومنافسات اسبوع بريف الدولي للقتال وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس للبيئة رئيس لجنة التنسيق والمتابعة والتنفيذ بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة والسيد جاريث براون رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وسعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير الشؤون الشبابي والرياضة وعدد من كبار الشخصيات واكد سموه ان رعاية ودعم جلالة الملك المفدى للرياضة البحرينية ادى الى تحقيق النجاحات في رياضة فنون القتال المختلطة كما ثمن سموه الجهود المتميزة لسموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم هذه الرياضة وتحقيق العديد من الانجازات مشيدا سموه بجهود المجلس البحريني للالعاب القتالية برئاسة سموه الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة للنهوض بالرياضات القتالية مقدرا الجهود التي ساهمت في الاعداد لإقامة هذا الحدث الدولي كما اعرب سموه عن تطلعه لنجاح مشاركة المنتخب الوطني في عالمية الهوات السادسة ونجاح اللاعبين المحترفين احسين عياد وحمز الكوهجي في منافسات بطولة بريف الى ذلك اكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ان اصبع بريف الدولي للقتال سيكون فرصة مثالية لانطلاقة حقيقية لالعاب فنون القتال المختلطة على المستوى العالمي وضمان انتشارها كما ثمن سموه عاليا الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك المفدة والذي ساهم في بلوغ رياضة فنون القتال المختلطة الى مكانة عالمية واضاف سموه ان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من الداعمين الاساسيين للارتقاء بهذه الرياضة الامر الذي تمثل في رعايته للبطولة وحرصه على افتتاحها علاوة على دعم سموه الواضح لمقاتل المنتخب كما اضاف سموه الشيخ خالد بن حمد ان مملكة البحرين حققت نجاحا رائعا في حفل الافتتاح ابرز الصورة الناصعة للمملكة وشبابها هو اسبوع حافل تشهده المملكة كل عام منافسات وجدت من يعانقها فاصبحت ايقونة بارزة لتلتف حولها انظار العالم تزامنا مع عصر الانجازات الرياضية الذهبية اليوم شفنا افتتاح النسخة الثالثة من السبوع بريف دولي القتال اللي تضم النسخة السادسة لبطولة العالم لفنون القتال مختلطة والنسخة الثانية لبطولة العالم لفنون القتال مختلطة للشباب النسخة التاسعة والعشرين لبطولة بريف بالاضافة الى بطولة كي ايش كي العالمية للوزن المفتوح احنا اليوم في مملكة البحرين نحتفل بان البحرين تحتل المركز الاول في تصنيف للتحدي ولفنون القتال مختلطة وإحنا اليوم نستضيف هذه البطولة وإحنا مصرين أن نخلص هذه البطولة وإحنا محتفظين بالصدارة والمركز الأول إن شاء الله البحرين هي مسرح لإحتضان المناسبات والبطولات العالمية وهي مبقى ريبة على البحرين أن تحتضن هاي النوع من البطولات عندنا الفورمولوان وعندنا الايرنمان والآن عندنا بطولات العالم للأمامي واليوم إحنا البحرين في خلال الأشهر القليل الماضية استطاعت أن يتحقق بطولات وإنجازات كبيرة في الرياضة بسبب دعم القيادة والقيادة الرياضية متمثلة في سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد والقادم أفضل وأجمل بإذن الله خاصة أننا الآن في عصر الذهب شخصيات بارزة محلية ودولية تفيدوا لحضور هذا الحدث العالمي رياضة فنون القتال المختلطة اتسعت قاعدتها الجماهيرية وأصبحت البحرين من خلالها الوطن المثالي الذي يحتضنها نحن موجودون في النسخة السادسة لهذه البطولة أنا سعيد بوجود مرة أخرى في مملكة البحرين والأجمل هذا التطور الذي نشاهده في كل عام والذي جاء نتيجة دعم سمو الشيخ خالد بن حمد ولدينا تحدي بوضع هذه اللعبة مستقبلا ضمن الألعاب الأولمبية بدأ التنظيم والتنسيق للبطولة العالم والافتتاح من فترة طويلة من تقريبا أربع شهور قبل البطولة عقدنا كثير من الاجتماعات حاولنا ننسق بين جميع اللجان وحاولنا نسهل جميع الأمور الإدارية لجميع اللجان والحمد لله وصولا إلى نقطة الصفر يوم الافتتاح صار كل شيء على أتم الاستعداد والجهوزية من تنظيم ومتابعة مستوى احترافي في تنظيم هذه البطولة تؤكده أرقام هذا العام 53 دولة مشاركة بواقع 640 رياضيا ورياضيا وهو الرقم الأعلى في البطولة منذ انطلاقتها ترجمة نانسي قنقر